نروح مع حضراتكم دلوقتي نستكمل معاكم باقي أخبارنا ولكن من الكرة العالمية طيب نبتدي معاكم أول خبر عالمي من خلال نادي يوفنتوس في إبرام صفقتين متتاليتين اليوم بضم دينيس زكري من بروسيا مونشنجلاتباخ وفيدريكو جاتي من فرنسوني وأشار رومانو الصحفي الموطوق في الانتقالات في شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن زكري سينضم مقابل 5 مليون يورو بالإضافة ل3 ملايين أخرى إضافات أكد رومانو أن العقود تم توقيعها بالفعل وذكر النادي الألماني أن اللعب سحب 25 عام اكتاز الفحص الطبي بنجاح واكتملت الصفقة طيب خلينا نروح لمنشيستة سيتي ودائما كنا بنتكلم الفترات اللي فاتت يمكن كنا شوية بعيدة عن الدوري الإنجليزي والأحداث اللي هناك بسبب طبعا منتخبنا الوطني ومشاركته في كاس الأمم الأفريقية ولكن منشيستة سيتي دائما كان عنده مشكلة في الاسترايكر كان على طول بيدور على مهاجم بيوعل النادي منشيستة سيتي النهاردة عن ضم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريس قادما من نادي ريفر بلات وأوضح النادي في بقان رسمي أنه نضم ألفاريس إلى منشيستة سيتي بعد ما وقع على عقده بيربطه بالنادي لمدة خمس سنوات ونصف وأضاف كمان أنه هيكون موجود مع هيكون مكمل مع نادي إن شاء الله منشيستر سيتي ودايما بتتكلم عن أن منشيستة سيتي بيدور على اللعيب ده عنده لعيبة كتير قوي بتتكلم في مجموعة من اللعيبة بقى كيفين دي براين جندوجان في الفودن في رياض محرز كل اللعيبة ولكن هو كان محتاج سترايكر محتاج لعيب رقم تسعة وعشان كده كان هو هدف أو أول اهتمامات بيب جورديور أنه هو يتعاقد مع مهاجم صريح يكون بيكمل المسيرة معاه في الدور الإنجليزي وصلنا معاكم بقى لإمبابي صفقة الموسم زي ما منقول كنا عاديين مترقبين عاديين نعرف إمبابي هيروخفين كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن وصول ريال مدريد لاتفاق مع إمبابي لعب فابي سانجيماء لضمه بداية من الموسم المقبل وقالت بيلد بأن ريال مدريد قد توصل الاتفاق نهائي مع إمبابي من أجل ضمه مقابل راتب ضخم بيعادل ما يقارب الخمسين مليون يورو قبل الضرائب وهو ضعف راتبه مع فابي سانجيماء سيعلن ريال مدريد عن الصفقة وضم اللعب رسميا عاقد مباراة فابي سانجيماء في دوري أبطال أوروبا مفاجأة كبيرة جدا جدا يا يحيا أنه إمبابي قرر الانتقال لريال مدريد هو يعني يمكن كان طموحه وكان كلامه كل الفترات اللي فاتت فرح أنه هو عايز يروح لريال مدريد وهو عايز يرحل عن بريس سانجيمان وكان بيتكلم دايما أنه هو عايز يكون موجود في ريال مدريد ولكن لحد دلوقتي لسه مستنيين الأعلان الرسمي حتى يعني يمكن هي الصفقات الأيام دي كلها زي ما كنا نتكلم عن شستر سيتي بيجري صفقة ولكن هيكون اللعيب مكمل مع ريفر بلات لحد يوليو عشرين اتنين وعشرين على سبير العرب عكب يعود لمنتشيز سيتي ففيه نفس الكلام هو طموحه من الأول عايز يكون موجود في ريال مدريد وهو حابب أنه يكون موجود وعطاقنا أنه ما يبقى لعب حابب يبقى موجود في حتة هيبقى بيتقالق فيها بشكل كبير جدا خلنا نروح لنادي أفرتون وعلى نادي أفرتون المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عن تعقده مع مدرب تشيلسي السابق طبعا فرانك لامبورد من أجل قيادة الفريق الأول للكرة القدم ووقع لامبورد خلاص على عقود انضمامه لأفرتون عشان يكون بيتولق قيادة الفنية حتى يونيو الفين اربعة وعشرين بعد طبعا شفنا سوق نتائج لأفرتون الفترة الأخيرة في الدوري الإنجليزي ولكن كل توفيق طبعا لامبورد واحد من النجوم الدوري الإنجليزي يمكن ما كانش موفق في تجربته قبل كده ولكن من اتمنى التوفيق مع نادي أفرتون الإنجليزي في الفترة اللي جاي حيانا الخبر اللي معانا ده خبر فرحنا جميعا يعني هنا مش بنتكلم منه في الدوري المصري لا في الدوريات الأوروبية ولكن هنا لما بنتكلم على لاعب هو هز قلوب كل الجماهير اللي بتشجع الكرة العالمية والخبر ده فرحنا جميعا بعودته مرة تانية للملاعب هنا بتكلم عن أريكسن لأنه أعلن نادي براندفورد المنافس وبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عن تعاقده مع صانع ألعاب منتخب الدنمارك ونادي انتر ميلان كريستن أريكسن وانضم أريكسن للفريق الإنجليزي على سبيل الإعارة من انتر ميلان حتى نهاية الموسم الحالي لينضم لصفوف براندفورد تحت قيادة المدرب الدنماركي تومس فرانك وكان أريكسن طبعا قد تغيب لمدة تصل حوالي 7 أشهر عن الملعب بعد السقوط المفاجئ في مباراة الدنمارك وفنلندا في كاس أمم أوروبا يورو 2020 كشفت الفحوصات معانيته من عدم انتظام ضربات القلب ولم يلعب أريكسن مرة أخرى منذ شهر يونيو 2021 طبعا كان فيه نصايح بعدم عودته للمستطيل الأخضر أصلا مرة تانية من هو يعتزل كرت القدم ولكن الدنماركي تعافى وعاد مرة تانية عن طريق براندفورد بنقوله ألف مبروك وإن شاء الله يعني يتقلق وطبعا يرجع لكل محبينه ودايما لما بيكون أي لعب يعشق أي لعبة هي دي اللي بترجع له الحياة مرة تانية